تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم لدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالية المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين واللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والمقدم ركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن نعيمي وزير شؤون الدفاع وعدد من كبار الضباط وخلال لقاء جلالته يده الله بكبار الضباط أشهد بما تحقق من نجاحا في الموسم التدريبية السابقة وقرب بدء عدد التنظيم للموسم التدريبية القادم وفق الخطط المتطورة للاستمرار برفع الكفاءات والقدرات مشيدا جلالة الملك المعظم القائد الأعلى حفظه الله بالتطوير المستمر في منظومات الأسلحة والتدريب العملي والنظري الذي تشهده قوة دفاع البحرين مباركا جلالته تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة الرابعة عشر بقوة دفاع البحرين الذي تم تحت رعاية جلالته حفظه الله وهنأ يده الله خريجي الدورة من مملكة البحرين وأخوانهم من الدول الشقيقة كما شد جلالته بالكفاءات العالية التي يتسم بها جميع رجال قوة دفاع البحرين وما يتميزون به من بسالة وشجاعة في جميع المهام التي توكل لهم مضيفا يده الله أنهم دائما على قدر المسؤولية وموضع ثقتنا وتقديرنا المستمرة متمني أن جلالة الملك المعظم القائد الأعلى لجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل وخارج البلاد ترجمة نانسي قنقر